مرحبا مشاهدين الكرام في ليلة من الليالي قدر الله علي ان يكن فاضي جدا ورايق قلت ابا شوف لي مسرحية كويتية بما انهم قريبين منه ونفهم عليهم ويفهمون علينا فقلت يلا الله نشوف مسرحية كويتية هنا اضحك شوف اللي انا شفت شفت رحيب عظيم الان رحيب ورا اهداش داخل شكر انت ولبسك شنك هذول يمشون الصوف بلافينيوز او ضحك عظيم ضحك شتذبه كيف شي متحب مالله عظيم اه كم اقول العاد احترم نفسك عالغلط وصوتك خايش معدله لو احتفتك احترم نفسك يلا احترم نفسك يلا يا الله شنان صوت هذا شنك وليد علي يلا منك يلا يا الله ايش مشوي انا دافع تأمين يهم انا دافع شدافع دافعت يا اخي والله العظيم شي متعب يعني بدل ما اقضي الليلة انا اضحك مبسوط على هالافيهات وعلى هالذبات الجميلة جلس اه اتفكر يعني يقول هل في ناس الى هالدرجة يضحك هالاشياء هذي او انه فقط يسمع لجنبه يضحك بما انه شريك بالمسرحية ويضحك معه يا اخي في حاجة تسمى السمات الفردية السمات الفردية للشخص اللي هو شكله كارزمته نظراته حركاته كل شي تعلق بالشخص شوفون بل اشخاص هذولا فيهم سمه واحدة تدلع الكوميديا سمه واحدة فقط نظرة عين اقسم يا بعض الممثلين واذكر ناصر القصبي كان من حركاته بس حركة عين حركة التفاته تضحك تضحك لو ما قال شي وجهه خلق كوميدي لكن اللي تضح لي هنا او اللي اتوقع ان الموضوع انا بسوي مسرحية وانا منتج اعرف فلان اي الله انا عرف صديق جاري عنده ولاد ما لقى وطيفها ويضحك العائلة ورف جانه يلا نجيبه المثل معكم وجمع الشلة شيء متعب والله شي متعب نكمل افهات الجميلة المضحك معلق طير على شاتفك هالي بتفاهموا يا انت هاذا يتكلم ايه خلنا شوف فيه بطارية الله حكو الله حكو انت تتكلم مصجك انت اتكلم على متزبعك خلنا مصجك يالا منها كالله يالا منها يالا منها هالا منظرة ولا شنو هذا الله العظيم ما قدر تكمل اقسم بالله ما قدر تكمل استفاها وانت عارف انها تفاها وعارف انها تصنع ولي اسمعك تصنع الى متن الى متن نلعب على بعض كائن اللي ماشي وسط المايا عادي ده شوف المسرح المصري تياتر مصر يعيس عشر يارضه هتشوت شوف محان الله فيه سلم بينزل على البحر شوف جنون شوف انا جاي لكو محان الله ده اول شي من يوم وجيهم خلق Rosig لييمثل comedia وشكارهم وجيهم كلهم جميعا غريقه ليوحكوا هذا هذا هم خلق خلقة يعني مفطورين على الشي هذا ايو الله يا جماعة هالموضوع ما هو موضوع عني فقط اني اسوي لي دار انتاج معي فلوس وسوي لي انتاج واجيب لي كممثل واسوي المسرحية وجيني كمم حدي طبل ويتبعهم كذا واحد من بابه تغيير اني ادخل مسرح لا لا والله لا المسرح فن المسرح ثقافة انت الان تمثل شعب ما تمثل نفسك واسمك الانتاجة وشركك الانتاجية الموضوع ما هو مادي فقط مادي بحث انت الان تمثل بلدك فعلا تمثل بلدك كان فيه طارق العلي دم خفيف فعلا مضحك لكن مبتدل حسب رأيي احاءاته ما تسمح الاحد يشوفه يعني بالبيت ما اتوقع ان فيه شخص يعني يكتبون على فوق 18 من فوق بالنسبة لي غير جيد وكان مسيء وقالتها قبل حياة الفهد اللي قبلهم القدمة عبدالحسين عبدالريضا والكوكبها السابقة لا لا حياة الفهد مع سعادة العبدالله كان قمة الانتاج الكويتي لا زلنا نتابعه الى الان قبل ان يشوه بكثرة الانتاج اصبحت الان اذا ضغطت الريموت على علامة ناقص او زائد بحيث اني ارفع القناة فوق او انزل بالقنوات تحت يجينا مسلسل الكويتي ومسرحية كويتية تعدها على طول مجرد انتاج مجرد اني كثرة لا يجد تنويع لا يجد تركيز على النص انا لو زي المسلسلات البحرينية مثلا الاماراتية فيه قلة بالانتاج لكن اذا تبعت مسلسل بحريني تجبر انك تنتظر الحلقة الثانية او على الاقل ما تغير الحلقة تكمل لما تخلص المسرحيات حاليا اظن ممكن فيه بالخليج ممكن فيه بسعودية ما تبعتم سراحة ولا اقدر احكم اللي شفت المسرحيات الكويتية والمسرحيات تياترو مصر المصرية هل المصرية وصلت لمستوى مرضي وجميل لا لكنها ممتعة لك كشخص كشخص فاضي ممتعة لك انك تقضي نص ساعة ساعة بضحك انك تضحك فعلا بدون مجاملات الكويتية لا والله لا والله خالية تماما من موضوع الكوميديو من موضوع الضحك او حتى الفائدة ما اشوف بها شي اشوف بها اشمئزاز ومتأكد انه ما هو لسته وحيدا يعني توقع النفس الممثلين الان اتحداه تبعها مرتين ثلاثة نفس المسرحية اللي هو مسوي كل انسان يبدع بالشيء الذي خلق له لكن انت جرى على شيء لم تخلق له لم تعطى الادوات المساعدة لكي تنجح بهذا العمل لن تنجح مقاطعكم ما انتشرت مع العالم طيب الافيهات الخطيرة للمضحكة ما انتشرت مع العالم حقنا التصميم وغيره ليش لانا لا تضحك وضعت للضحك ولم تضحك خلاص ان نوقف تفاها ممكن نركز ثلاث سنوات على مسرحية واحدة الواحد يقدر انه يعيده ويستمتع مرة مرتين ثلاثة ذو الضحك فقط اي شيء يدخل فيها الواسطات والفريق انا لي فريق وانتلك فريق وانتحدى بعضنا يكون العمل لمزبرة التاريخ وفعلا كما هي بعض الاعمال نتمنى ان نرتقي وان نركز على اعمالنا وركز على الكيف وليس الكمب شكرا لكم قلت اسوي فيديو بدل ما اتفرج لي على تفاهة واغف نفسي على شيء ما يسوأ شكرا لكم